كل شيء يتدهور في اليمن الاقتصاد والعملة الوطنية ويرى اليمنيون ان السبب فيما حل بهم هو الانقلاب على الشرعية الذي قادته مليشيا الحوثي والمخلوع بالاستيلاء على السلطة في سبتمبر عام 2014 فبعد عامين من سيطرة المليشيا على الدولة وإحكام قبضتها على مؤسساتها كانت تبعات ذلك قد أدى إلى نشوء السوق السوداء وهبوط سعر العملة المحلية إضافة إلى غياب العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الغذائية ما فاقم من حالة المواطن اليمني هذا الهبوط جاء بعد أن عمدت المليشيا إلى تسخير موارد الدولة لصالح المجهود الحربي حيث أكد محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي أن إجمالية المبالغ التي سحبت شهريا بلغت قرابة 25 مليار ريال شهريا كانت جلها من الاحتياطي العام للدولة الذي هبط من 4 مليارات و 800 مليون دولار إلى قرابة مليار دولار واحد وعلى الطرف الآخر تسببت آلة الحرب التي أشعلتها المليشيا إلى مغادرة رؤوس الأموال خارج البلاد ما خفض من تدفق العملات الصعبة إلى اليمن حيث انعكس ذلك سلبا على قدرة البنك المركزي في توفير الاحتياجات الضرورية للبلد الذي يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر فيما يقف 6 ملايين منهم على حافة المجاعة وفق تقرير منظمة أوكسفام عبث المليشيا بالدولة لم يتوقف عند هذا الحال بل لجأت أيضا إلى ابتزاز العديد من القطاعات العامة والخاصة وذلك بالتهديد بإغلاقها وفرض الرسوم غير القانونية عليها وهو ما تسبب في توقيف العديد من القطاعات العامة والخاصة ورحيل موظفيها خوفا من بطش المليشيا الأمر الذي أدى إلى خسارتها وإغلاق كثير منها في خسائر قدرت بتسعة وثلاثين مليار دولار تعب اليمنيون من حالة الانهيار التي وصلت إليها الدولة في ظل حكم المليشيا التي قادت البلاد إلى وضع اقتصادي كارثي ولا يرى اليمنيون حلا إلا بعودة الدولة وشرعيتها إلى صنعاء وإنهاء حالة التمرد والانقلاب الذي فرضته مليشيا الحوثي والمخنور اشتركوا في القناة